ننتقل إلى فقرة جميلة بإذن الله تعالى جوري محمد العازمي فتاة بعمر الزهور الله يحفظها استطاعت تحدى إعاقتها ولو أن دائما نقول أن الإعاقة هي إعاقة العقل وليست إعاقة الشكل أو معناه القدرات الخاصة لكن تحقيق المركز الأول على مستوى الكويت مسابقة تحدي القراءة العربي ومتفوق في منافسة على 16 ألف طالب عربي مشارك وذلك بقراءتها 50 كتاب خلال 5 أشهر جوري والتي تدرس في مدرسة نور المكفوفين ستمثل قريبا لكويت في نهاية المسابقة على مستوى الوطن العربي حياة الله يا جوري ابنيتنا وأنا سعيد جدا في وجودك معي في برنامج الضحة العود الله يحييك وأنا سعد مشكور أستاذي على الاستضافة والكلام الطيب هذا قليل في حقك يا جوري أنت مثل جميل لكن قبل الله أنسولف جوري خنشوف هذا التغرير اللي مجهزين لنا الإخوان المعدين ومن ثم لنا عودة بإذن الله مبادرة رائعة كان عنوانها الدعم المستمر والكبير لإنجازات أبناء الكويت احتضنها ديوان الرئيس الفخري لناديل جرين المحامي أحمد الشحومي بتكريمه الطالبة جوري العازمي والتي حصدت وبكل جدارة المركز الأول على مستوى الكويت في جائزة الشيخ محمد بن راشد المكتوم لتحدي القراءة العربي ومترشحة من خلاله إلى المنافسة على المستوى العربي ويسالة من هو خارج الكويت أنه هذا نموذج من بنات الكويت لأنه مو دائما الإعلام يخرج ما تقدمها لبنات الكويت من العمل فهذا نموذج لا شك نموذج نفتخر فيه ونعتز بالمقابل أيضا هي أيضا فرصة أنه إحنا كشعب كويتي نفتخر ونعتز بإنتاج من إنتاج هذا الشهب ما عندي أي توجهات أنا يعني أنا بفضل العز وجل فقط مجرد أحاول أرسم بسمة على شفاه من يستحق قد يكون إعلاميا تم تقطية بعض الأحداث الرياضية كوني أنا أيضا رياضي ورئيس نادي في الكويت تم تقطية بعض الأحداث الرياضية لكن لا أنا غير الأحداث الرياضية أنا قدمت شعراء قدمت كتباء أو كتاب آسف قدمت بعض المثقفين وكان لي دور في تكريم حتى بعض الدكاترى اللي تميزوا في أداء علمي مميز لكن هذه تعرفين أنه دائما هذه الأمور ما تحظى بالتقطية يحظى بالتقطية الحدث جوري حدث وبالتالي حظت بالتقطية هذا أيضا نتاج كويتي وهذا أيضا بنت الكويت وبنات الكويت مثل ما اليوم بعد أيضا بنيتنا قاعد تخطي معانا نفتخر فيهم ونعتز سواء في الرياضة في الفنون في الأدب ويسأل الله سبحانه وتعالى أن اليوم مثل ما تجمعنا حق لورين تجمع إن شاء الله في فترة قادمة مع بطل أو بطلة أخرى من بنات أو بناء الكويت إن شاء الله يعني لله الحمد عيالنا قاعد يبهروننا يوم بعد يوم بإنجازاتهم على مختلف الأصحاب فاليوم طالبتنا الكفيفة جوري حققت شيء باسم الكويت نفتخر فيه جميعا لأن هذه إنسانة طالبة الضريرة تحقق هذا الإنجاز العظيم نقف لها إجلالا واحتراما وتقديرا على هذا الإنجاز الرائع ونحن نشيد بهذا اليوم بأسرة ديوان أحمد الشعومي بإقامة هذه الاحتفالية وهذا يعكس الجانب الإيجابي من خلال مشاركة ومساهمة المجتمع المدني بتفاعلها مع إبرازات وإنجازات أبنان الطلبة وكذلك معلمين ومعلماتنا بإسهامات وابتكاراتهم ووزارة التربية تهدف الآن من خلال تعليمات معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي بإقامة احتفالية كبرى لتكريم المعلمين وأبنان الطلبة اللي حققوا مراكز جدا عالية ومتقدمة هذه السنة وما حققوا من مراكز نفتخر فيها جميعا بداية الشكر للأستاذ أحمد الشعومي على هذا التكريم وعلى اهتمامه بالشباب ومو غريبة على واحد مثله ثانيا أنا ما قدم شيء حق الكويت لأن الكويت تستاهل أكثر من جدي والوعد جدام في دبي إن شاء الله أن أنا أتمنى أن أمثل الكويت خير تمثيل وأن أكون واضعة بصمة بسيطة في تاريخ الكويت لأن الكويت تستاهل من أبنائها الكثير لأنها عطت ولابد أننا نحن بعد الرجل دعما لا محدود يقدمه المحامي أحمد الشعومي لأبطال الكويت في مختلف المجالات وبصمة جميلة تركتها ابنة الوطن جوري العازمي وهي بعمر الزهور فهنيئا للكويت هذا الإنجاز ريم التيتون برنامج الضحاء العود شكرا لأستاذ أحمد الشعومي على هذا التكريم لبنيتنا جوري وأيضا شكر موصول لأستاذ فيصل مقصيد على حضوره هذا التكريم ولكل من يكرم جميع أبطالنا في جميع المجالات سواء الرياضية والثقافية جوري حدثينا في البداية عن فوزج بجائزة الشيخ محمد براشد المكتوم لتحدي القراءة بس بالبداية تسمح لي نانا أشكر الأستاذ أحمد الشعومي لأنه كان من أوائل المبادرين ووالد فرحني بتكريمه أحب أشكر الأستاذ ريم التيتون على التقرير الجميل الحلو وطبعا الجائزة أو فوزي هو بداية لأن المسابقة للحين وأنا اللي سويت هذا أنا ما سويت شيء أرد أقولها لأن الكويت تستاهل وهذا فوزي ما هو إلا بداية لخطوات آدم إن شاء الله الله يوفقك الحين وباتر وعقبة وعودوم إن شاء الله وحين ريم طبعا استأنسأت ريم التيتون قاعدة حين بس تصفك أنا أدري فيها طيب نروح أجواء المنافسة شلون ياتتك الفكرة أن تدخلين هذه المنافسة وهل كانت هذه الرغبة أو هذه يعني نحن نقول الهواية موجودة عندك من فترة طويلة طبعا الهواية هي موجودة من أنا من تعلمت القراءة والهواية موجودة أما المنافسة بداية كان ترشيح من أبل ألاء الكندري اللي فعلا ما قصرت جلالة تحية طبعا فأنا بالبداية شفت أن فيها صعوبة خمسين يعني وايد خمسين فأنا قلت لي أنت تقدرين لأننا خلصنا الكتب هذه بفترة وجيزة شهرين أو شهرين يعني من بداية الفصل الثاني فإحنا كطلبة كواتيين سوينا شيء كبير يعني شيء جميل أننا خلصنا الكتب بفترة قياسية المنافسة كانت من أفضل الأشياء اللي صارت لي بحياتي لأن تعرفت فيها على ناس وايد يعني حبيتهم والطلبة اللي كانوا مشاركين التعاون اللي كان بيننا أنا ما أنسى الطلبة اللي معاي اللي بمدرسة والطالبات اللي هما فعلا يعني رفيجاتي ما قصروا شجعوا شكين طبعا كلهم كانوا يشجعوني وحتى المشاركات معاي كنا كل وحدة فينا تساعد الثانية فالمنافسة هذه كانت من أجمل الأشياء اللي صارت لي أعتقد أن هذه الروح هي المطلوبة جوري طيب يعني كم كتاب تقدرين تقرينه أيام الشي العادي قبل البطولة من اللي يوفر لك هذه الكتب يعني هذه الأمور بدنا نعرف تفاصيلها أنا الكتاب ما لها وقت محدود يعني بما أننا الآن صرنا يعني مشغلنا شوي بوسائل التواصل يعني الإنترنت والسوال عالم الإنترنت نعم يعني صار شوي أن تقدر تقول أن الحين الناس ما قاموا يقرون بس ما أدري أنا أحب أقرأ أحب أن أستانس تدين كم نسبة القراءة بالسنة عندنا بالعالم العربي؟ شم 6% أو بما معنى 6 صفحات بالسنة للشخص الواحد أنت ما شاء الله عليك الله يحفظك وجميع من يقرأ الحقيقة وبالنهاية ثقافة خاصة لكن أبي عرف في البداية شنو الكتب اللي تحبين تقرينها هل هناك قصص معينة أو كتب معينة وطريقة تشجيعش في البيت ليس بس نبي نذكر عاد المدرسة أما البيت لهم حق ما شاء الله طبعا طبعا البيت هو كانت البداية لأننا من وحنا صغر كانت الوالدة والوالد يقولون لنا القصص الخيالية أو مالة الأطفال والتراثية القصص الأنبياء حتى نعم فكننا نتعلم فمن شذي أنا حبيت القراءة وإخواني كلهم طبعا البيت لهم دور كبير في هذا الشيء ما ينسي والوالد والوالدة خصوصا الله حافظهم لك وحافظت لهم وأيضا أكيد أخواني تشجعونك بشكل كبير قلنا نوع الكتب اللي تستهويت طبعا أنا أي كتاب يكون بإيدي أنا أقرأ لأن أنا أحب أن أجازف بالكتب حتى لو كان كتابه مل أخلصه كله عشان أقدر أقيمه بس أنا أميل بشكل كبير حق الخيال العلمي لأن أحس أنه يناسبني أو يناسب أفكاري يعني كنت تشوف شيء وهو ما صار بس من الممكن أنه هو يصير يعني شيء يشدك يعني تفكر أنه لو صار نقرب المستقبل وما إلى ذلك أيوة يعني مثل حين وقتنا الحالي من كان يتوقع أن يشوف عبر التليفون اللي قاعد بأمريكا وما إلى ذلك في البداية من وشتجعت على فكرة المنافسة في هذه المسابقة؟ أنا بالبداية قبل التي عندنا الكويت أنا قريت عن تحدي الغراء العربي مصادفة فقلت وناسا لو تصير عندنا وبعدها تم تشيح من أبلاء آلاء مثل ما قلت لي كان أنا كنت مترددة فشجعتني رحت البيت يعني أنا قلت حق لها لبشوذي وخمسين وهذا كلهم يعني شجعوني وقالوا لي أنت تقدرين يعني كان تشجيع وائد حلو فحطيتها ببالي أنا أقدر والحمد لله أنجزنا بفترة وجيزة جدا طيب هل كانت هذه الكتب منوعة متنوعة في مفاهيمها ومصادرها؟ أم هناك كتب مختارة؟ طبعا هذه من الأشياء الحلوة بالمسابقة أن الكتب على راحتنا نختارهم يعني من أي مصدر حتى الكتب الإلكترونية نقدر نقراها فعشان كذي إحنا كنا نقرأ أي كتاب نبيه بس طبعا لازم يكون التنوع لأنه ما يصير أنا أقرأ كل خيال علمي ما يصير أنا أقرأ كل خيال أو كل كتب فتنوع مطلوب الواقع خيال كتب خيال علمي أي شيء يعني طيب شنو الصعوبات اللي واجهتيها في هذه المنافسة؟ الصعوبات أنا ما أجهتها لأن أنا متعودة على القراءة وأنا أحب القراءة لكن الصعوبة اللي مو بس أنا واجهتها أنا والطلبة اللي معاي وحتى المشرفين علينا أهي ضيق الوقت يعني تخيل ثلاثة شهر أو شهرين بخمسين كتاب ففترة جدا واجيزة وكنا بسرعة بسرعة ونلخص ونسوي وبعض الكتب ندور على مصادرها فكان كنا نسابق الزمن على القراءة هذا تحدي نفس وهذه الإرادة الجميلة اللي تمتع فيها ابنيتنا جوري طيب جوري نبين عرف لكل إنسان هدف يعني أنت شنو هدفت من خلال هذه المسابقة أو هدفت بالحياة بشكل عام؟ أنا هدفي هو هدف واحد أن أنا أسمو بلدي لكويت لأن هي عطتنا وإحنا لازم نوفيها حقها وشيخنا وسيدنا صاحب السمو والشيخ صباح الأحمد والشيخ نواف الأحمد ما قصروا فإحنا من واجبنا كشباب أن نحن نرد هذا الجميل فأنا طموحي أن أنا أتخرج من العلوم السياسية وأن نشتغل بالسلك الدبلوماسي أو شيء شذي لأن أنا أحب أن أنا أمثل لكويت وأترك باصمة في السجل التاريخي للكويت قولي آمين آمين الله ينقولك كل البالت الحقيقة أنت قاعد يعني تضيفين أو تضفين لنا إحنا يعني بشكل عام يعني إحنا نقول إلا إلا الله مثل ومثال الواحد يحتذي فيه طيب بعد الفوز من أكرمك بعد؟ بصراحة تكريم كثير ومن أفرز هذه الأشياء الشيخ ناصر صباح الأحمد اللي كان هو من أفضل التكريمات اللي يتكرم شيئا جريدة الأمل التطوعية وفيه بعد إن شاء الله أشياء وايد يعني يعني عفو معك دايش شو بالموضوع أو بعد لا الحين؟ لا لا الحين؟ إذن هذا يعني نوجه لهم تحية ونفس الوقت أعتقد تستاهل ريم هذا التكريم يعني طيب بعد فوزك على مستوى الكويت كمسابقة القراءة ترشحت المنافسة على مستوى الوطن العربي وهذا يمكن صعوبة أكبر ويمكن مسؤولية أكبر تحدثين عن هذا الموضوع طبعا هذا مسؤولية كبيرة تقع على عاتقي وأنا أتمنى أن أكون قد الثقة وأنا أتمنى أن أمثل كويت خير تمثيل والني يعني فالمسابقة إن شاء الله تنطلق شهر تسعة وإن شاء الله رح أتوجه إلى جبي وأتنافس مع أخواني وزملائي العرب وأنا أتمنى أن أكون قد هالمسؤولية لأنه شيء كبير وشيء جميل وحلو أن الإنسان يوصل لها المرحلة نعم طيب جوري يعني نحن نقول كم الاستفادة الواحد مو بس يقرأ بشكل عام أتكلم يعني وخلاص لا يجب أن يستفيد من كل كلمة أو صوت الواحد يقرأ أنت شون استفدتين من خلال هذا الكمل هائل المكتب ما شاء الله أنا استفدت من القراءة بشكل عام أني أستفيد من الشيء اللي ما يستفاد منه يعني أنه مو شرط لما أنا أقرأ الكتاب يكون فيه حكم يكون فيه أشياء أنا تعلمت أن أنا أشوف الأشياء ما بين السطور لأن هذا شيء هنبعد ترى ينفع أنه حتى مع الإنسان لما أحد يحاجيني أنا أقدر رفع منه وشني أبي شنو المقصود من حتى حتى المسرحيات السياسية اللي الحين أنا قمتها تابعة عندك ميور سياسية أنت واضح يعني يعني مو وايد بس أنا أحب هالشي يعني قمت أفهم الأشياء ما بين السطور لأن القراءة مو شرط أنك أنت تستفيد بشكل مباشر لأنه يعني مو كل كتاب يحط لك فيه رسائل وحكم وأنت يجب يجب لكن يفتح لك مدارك تبيغة طبعا طيب شنو الرسالة اللي تحبين تواجينها للشباب للشابات يعني خاصة من خلال يعني هذا المخزون الثقافي اللي عندك ما شاء الله الرسالة هي واحدة أنا أقول حق كل شاب لا تصير عالة على غيرك إحنا شباب أو يعني أنت كشاب شيء للوطن أنت لازم أنك أنت تنفع وطنك لأن اللي ما يسوي شيء يكون عايش على الهامش فشنو الفائدة بأنك أنت تعيش وما عندك هدف وعايش عالة على غيرك وعالة على وطنك وعالة على مجتمعك فخلونا نتثقى وخلونا نرتقي بوطننا خلونا نخلي الكويت تصير المركز الأول على كل الدول وليش لا يعني هذا الشيء هذا مو بعيد ولكويت هي الأولى وبتبقى الأولى ويعني أنا هذه نصيحة أوجهها أن كل إنسان قادر على العطاء يعطي ليش يقول أنا ما أقدر ليش يقول ما أحد يدعمني ما أحد رح يكوي يقول لك تعالا أنا أسوي لك أنت اجتهد وأنت ثابر وإن شاء الله يعني الله ما يضيع تعب شاكر لك الحقيقة على هذه الكلمات الجميلة جوري إذا هناك رسالة قلنا الرسالة لكن أكيد هناك رسالة لأشخاص تحملينهم في داخل كلمة شكر تحبين تقدمنا حق منه واختي راحتت فيه مسألة تشكر بصراحة هم أشخاص وايد أخص بدايتهم الوالد والوالدة نفعل لهم العقار الحقيقة يعني على تربية الصالحة والجميلة تفضل لأنهم البداية وأهم النهاية وأهم كل شيء ومن بعدهم أنا أحب أشكر الشيخ محمد بن راشد المكتوم على إتاحة الفرصة لأننا كطلاب عرب أننا نثبت حق العالم أننا نقرأ معنانا ضد أننا لا نقرأ أو أن العرب ما يقرأ لأننا نقرأ أحسن كتاب وهو القرآن كنا نقرأ كنا في السبق دائما وفي الرياضة لكن كما تفضلته يعني عندنا أفضل كتاب وهو كلام الله سبحانه وتعالى تفضلي وهو يحوي على كل الكتب طوال وأحب أشكر المدرسة وموثلة مديرتها أبل ربيب الصائق وأبل ألاء الكندري لأنه فعلا ما قصرت معانا وباليلة جهدي كبير معانا وأحب أشكرك أنت على الاستضافة الجميلة وأحب أشكر كل إنسان بادر كل إنسان كتب كل إنسان يعني أنا لأن أنا صدمت وايد من تفاعل الناس بتوتر بالإنستغرام بكل مكان فيعني صج 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 يعني الشكر ما يوفيهم فرحوني وايد وأحب أشكر كل إنسان تساعدني كل إنسان دعمني كل إنسان تتصل يعني وخافا سحد فمشكور وايد حقيقة يعني أنت خليتي مجال بسيط لنا يعني حتى يعني نوفيت حقك وحنا شكرية لت يعني وجودت اليوم معانا لكننا بنعرف شنو خطواتك الغادمة إن شاء الله الخطوة الياية الخطوة الياية إن شاء الله هي التجهيز حق المسابقة في شهر تسعة شهر تسعة نعم أنا نمثل الكويت خير تمثيل وإن شاء الله في أشياء بعد إياي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى سؤالي الأخير طموحك شنو طموحاتك اللي ناوية يعني مو بس أني تتوصلين وتقتحمين نقول السياسة بشكل عام إن شاء الله تسيري بتورة بالسياسة سفيرة سفيرة تبين يلا هذا التحديد شي جميل يعني تحطى الهدف وإن شاء الله ما شي عليه إن شاء الله أنا طموح إن شاء الله أن أوصل حق مكان لكويت تفتخر فيني أهلي يفتخرون فيني طموح إن أنا أفبت حق العالم أو ما أفبت حق العالم لأننا إحنا ثابتين وخالصين بس طموح إن أنا أوصل حق اللاعبي طموح إن أنا أحقق كل شي يكون ببالي لأن يعني ما أدري بس أن أنا عندي طموح كبير وإن شاء الله أنه يتحقق إن شاء الله بإذن الله تعالى وإحنا شاكرين وجودك وإحنا نقول أيضا نشكر الوالد والوالدة اللي قدموا لنا باكورة جميلة هي وردة وزهرة فعلا قاعدت لنا بشكل جميل بإذن الله تعالى تحقق كل طموحاتها وهي أيضا مثل يحتذى فيه لشاباتنا الجميلات وليبون يعني يرفعون راية الكويت خفاغة في كل الميادين ومنها الميادين الثقافية والعلمية نشكر حالة بعد لا تنسين حالة لأن حالة ما شاء الله من بلشة البرنامج قاعدة بس تتصور إذن إذا عندك كلمة أخيرة وشاكل لك هذه المغابلة أحب أشكرك أستاذي على هذه الاستضافة الحلوة وايد والنستوني وأشكر الأستاذة ريمة تيتون على حضورها وأنها فعلا ما قصرت وكانت حريصة على تواجدي فأفلا يعني تشكر نحن نقول نورت الضحى العود وإن شاء الله بإذن الله تعالى شهر تسعى إذا الله كتبنا من الحيين نشوفه في الجائزة أيضا اللي راح تشاركين فيها في الإمارات ومنالك كل خير وتوفيج ومشكورة يا جوري محمد العازمي سلميلي سلام كثير على الوالد سلامت نشكورة إذن مشاهدنا الكرام كانت هذه باكورة حلقتنا جوري محمد العازمي وأعتقد يعني الكلام قليل في حق هذه الموهبة وبإذن الله تعالى تحقق كل طموحاتها على المنظور القريب بإذن الله تعالى ويفرحون فيها والدينها في أعلى المناصب وأعلى المراتب بإذن الله تعالى إذن مشاهدنا الكرام وصلنا وإياكم لمسك الختام حلقتنا اليوم في برنامج الضحى العود ندكاكم باتر بإذن الله تعالى لكم تحيات